استقبل وزير السياحة والأثار شريف فتحي سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة مشتركة بين البلدين في ظل ما تمتلكه البلدين من مقاومات سياحية وإمكانات لوجستية وتنفيذ برامج للتسويق السياحي المشترك لهذه المنتجات بدول شرق أسيا للاستفادة من تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هذه الدول